ندخل على تاني مرض معنا وهو اللي هو التي بي. احنا عارفين طبعا ان التي بي ممكن يجي في اللين في نوت ممكن يجي في البون. اه وهنا برضو ممكن يجي برضو في الاسكن فلما بيجي في الاسكن بنسمي ايه? بنسمي اه ماشي ماشي. اول حاجة بقول لك السبب بتاع وايه اللي بيسببه? اول حاجة احنا طبعا عارفين ان احنا بندرس في الجزء دوة اللي هو المايكوباكتريام. اخدنا في الجزء الاول اللي اللي بتسبب هي 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 من اسمها ماشي ماشي بقول لك بقى الصورة اللي بيعملها المرض ده بتعتمد على تلات حاجات. يعني الصورة اللي بيعملها ده بتعتمد على ايه? بتعتمد اول حاجة على اه قوة وكمية اللي داخلها دي. كمية اللي داخلها. الكمية قليلة مش زي كمية كبيرة. كل ده بتعتمد عليها الاعراض اللي هتظهر عليك. يعني الكمية الصغيرة مش زي الكمية الكبيرة. تانية حاجة دخلت عن طريق ايه? دخلت عن طريق دم. دخلت عن طريق دخلت عن طريق آآ نوز. دخلت من اي مكان يعني. تالت حاجة منعتك منعت الشخص اللي هي اللي هو الشخص اللي هو تصاب بالبكتيريا دوت. منعته عالية منعته واطية. كل الحاجات دي دي اللي بتعتمد عليها ايه? الصورة آآ اللي هتظهر على العيان. بتعتمد على الثلاث حاجات دول. الكمية والكوة مكان او طريق العدوى منعت الشخص دوت. نبص بقى اللي معنا. اول حاجة احنا عندنا تلات صور بتاعتها دي hablar دي. اول حاجة يعني هيه جاي من برا وتب جاي من بره دي عن طريق العادي تاني حاجة جاي من جوه عن طريق ودي انا اخدها بعدين. تالت حاجة عندنا اللي هي هي اللي هي جاي عن طريق ايه? جاي عن طريق ال هناخد اول حاجة معانا هي اول حاجة الايه؟ اول صورة معانا حاجة اسمها تي بي شنكر. ايه تي بي شنكر دوت بيقول لك ايه بقى? بيقول لك دي او نديول يعني نديول او ببيول بتبقى اسيمباتوماتيك لونها بني محمر لونها ايه? مون دي محمر. بتيجي في اشهر مكان ايه? اشهر مكان فيه بتيجي في الفيس والاكستريمز الفيس و وطبعا النيديول او الببيول دي بتهيل باقيه? بتهيل بسكار. يبقى احنا قلنا بابيول دي بابيول او نديول بتبقى موجودة في الفيس او بتهيل بايه بتهيل بسكار بتعملك ايه هي مش بتوجعك ولكن بتعملك بتعملك ايه التهابات وايه وكده في يبقى احنا قلنا ان هي نديول تعالى هنبص عليها بقى دلوقتي زي ما الدكتورة جابها في اول حاجة عندك هي هي الصورة اللي هي على الشمال دي اول حاجة انت شايف ايه قدامك انت شايف اه نديول او نديول بتيجي قلنا بتيجي اشهر حاجة فين في الفيس وليكسترمس بس ايه مش جيبها لك هنا في الايه في الفيس ما علينا يعني بتيجي في اكتر حاجة في الفيس وليكسترمس قلنا بتهيل بايه بتهيل بسكار بتهيل بسكار وبتعملك ايه بتعملك لينفادين واسي ماشي ماشي كده خلصنا اول صورة معانا في اللي هي تي بي شانكر. الله على وعلى وعظة مجرد للوقت. حظرنا يا شباب. آآ نرجع تاني. احنا اتكلمنا اول حاجة عن تي بي شانكر اول حاجة في اول حاجة اللي هي تي بي شانكر. وقلنا بس نعرف فيه تلات حاجات. اول حاجة ان هي بتبقى براون شريد بابيول او نديول. بتيجي في الفيس او او بتيجي بسكار وبتعمل لك لينفتين داسي. بس. وشفنا صورتها. تاني نوع اللي نسمو تي بي في الريكوزا كيوتيس او الورتي تي بي. ده تاني نوع من الاكسوجينس احنا عندنا تلات سؤال من الاكسوجينس. اول حاجة تاني حاجة تاني حاجة تلات واحد اللي هو الايه اللي هو ايه اشهر واحد. اه في دا وبيبقى عامل ازاي? اول حاجة بيقول لك بيجي في اكتر مكان فين بيجي في الهاند والني والانجلس. ماشي? ماشي. بيبقى ايه? بيبقى عارفين الورت اللي بتعملها الفانجرل هنشوف شروطها دلوقتي. هو بيبقى كده بتبقى بتبقى دخينة كده وغير منتظمة وشكلها وحش وبتعمل لك وبيبقى فيها الفشر دي مليانة بس. ومش بتعمل لك لمفادين واسي. ماشي ماشي. بقى احنا قلنا بتيجي في الهاند والني والانكل. بتبقى عبارة عن ايه? اول ما الجملة دي تشوفها على طول دي ايه? دي او صورتها قدامك اهيه. هي الصورة التانية دي. قلنا عبارة عن ايه? دي بتبقى شبه الورت. بتبقى ايه? هايبر كراتوتيك بليك. قدامك او هايبر كراتوتيك شايف كتيرة هوة وحاجة خينة. وبتبقى برضو في قدامك فشر بتبقى مليانة ايه? بتبقى مليانة بس. وما بتعمل وما بتعملش تعملش ايه? تعملش ده كده ايه? كده اول اتنين معانا اللي هم والكيوتز. تالت واحد هو وهو دوت اشهر واحد يعني هيجي اسألك كده اول هو هو ماشي ماشي. بيجي في اي عمر من الاعمار. بطيء يعني بيقعد عبر الملاعرات بتاعته بتظهر لك بطول سنين طويلة زي اللي بروسي كده زي ما قلنا. بتيجي في تسعين في المية بتيجي في الفيس والنك. بس ممكن ديجي في بس اهم حاجة اهم حاجة الفيس والنك. مش انت شايف الصورة اللي قدامك اهي? واحدة هيت اللي موجود عندها او الليجن كله في الوش. واخد جزء من النك. بتبقى ايه? بتبقى ايه? بتبقى شاربلي دي ماركيتد آآ ريتش براون سوفت بليك. اهي. ريتش براون سوفت بليك. وآآ دي ماركيتد هي وشاربلي دي ماركيتد. اما بتيجي تهيل. بتهيل ازاي? بتيل في السنتر بس. والبريفران مش بتيل. وبتسيب لك سكار. يبقى هي. آآ عرفنا ان هو الكومنس طيب ده اشهر واحد بيجي تسعين في المية في الفيس والنك. بتبقى 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 اسيمباتوماتيك شاربلي دي ماركيتد آآ ريتش براون سوفت بليك. ولما بتجي بتهيل بتهيل انزا سنتر. وآآ نو هيلنج سكار. نون هيلنج سكار. بس اللي بيزهر بيهيل بسكار. ماشي يعني هي دي عادية هي. لما بتبدأ تهيل مش بتهيل بسكار. اول حاجة البريفران اللي بيفضل زي ما هو والسنترال ايه هو اللي بيهيل. بس دوا بيهيل بايه بيهيل بسكار. ما علينا بتعمل ايه? ايه? ممكن بقى تروح للنوز الاورال ميكوزة الكونشكتايفة اي حاجة. وممكن تعملك اللي هي ايه? اللي هي تشوهات. يبقى كده عرفنا ان دي شكل اللوبص في الجارس وعرفنا شكل اللي بتاعنا. تعال ابقى نخش على تيسة مهم جدا اسمه ايه? اسمه دايسكوبيتست. ايه هو دايسكوبيتست ده اللي احنا شايفين قدامنا في الصورة? دوت بتجيب كده زي اللي موجودة قدامك. وتبدأ تحطها على اللي جين. هتبدأ تحطها على اللي جين. او على اللي قدامك او اللي قدامك. هي انت شايفها ايه انت شايفها محمرة. هي بتبقى ايه? بتبقى هي. مليدة فسكولاريتي. لما بتحط دي عليها او دي عليها بتاعتها بتقل وبيظهر لون يولش اسبوت قبير بيظهر لون ايه اصفر ومش موجود في الصورة دي بس مش مهم يعني اللي انت بس تتعرف ان هو لما بتحط الجرس دي بيظهر بتقل وبيظهر لون ايه بيظهر لون اه اصفر بنسميه يبقى داوت مهم لوا بتعمله بتكشف به بتحطه لما بتحطه عليه بتقل وبيظهر لك لون ايه بيظهر لك لون اصفر اسمه برضو تعرف ان هو زي ما دي اكسوجينس او ممكن تتنقل عن طريق ممكن برضو تتنقل عن طريق وهمتوجينس اللي احنا لسه ناخدهم دلوقتي يبقى في الصام كيزاس بتاعة ممكن يهما اكسوجينس يهما اندوجينس يهما هيمتوجينس تلاتة من احنا اخدنا اول اتنين اللي هما والشانكر. وبيتنقلوا اكسوجينس بس او هما اكسوجينس بس. النما التالت واحدة اللي هي تلاتة. تلاتة اه تلاتة سورس. اندوجينس واكسوجينس وايمتوجينس. نخش على تاني حاجة معنا وهي اندوجينس سورس. هي اندوجينس سورس عندنا حكتين اتنين. اندوجينس سورس دي يعني جاية من يعني كانت في وطلعت على السطح. يعني هي موجودة سواء في الجويند سواء في سواء في بون؟ وطلعت لك على السطح. اول صورة عندنا تعمل لك حاجة اسمها ايه؟ دي بتبقى ايه؟ دي بتبقى بتطلع ايه؟ بتطلع يا اما من جويند يا اما من وبون يا اما من جويند وبتطلع فوقهم بتطلع فوقهم. بتبقى ايه؟ بتبقى وبطيل بسكار وممكن تعمل لك او سينس. يبقى هي بتبقى بتهيل بسكار. وبتعمل لك ايه? وبتعمل لك يا اما سينس. قلنا بتطلع فوق الجوينت او البون او دي. بتطلع من هنشوف شكلها دلوقتي بتبقى عاملة ازاي? اهي. هي الشكل ده. بتبقى ايه? بتبقى بتطلع فوق والجوينت والبون. وبتهيل بايه? وبتهيل بسكار. نخش تاني حاجة على على تي بي كيوتس اورفيكولاريس. يعني ايه? اورفيكولاريس او كيوتس اورفيكولاريس. دي بتطلع فوق الفتحات. يعني بتطلع فوق الفتحات. يعني بتجي لك في اي حتة فيها آآ فتحة. بيقول لك تي بي امفكشن او في الميكوزا سكن. آآ في الميكوزا الاورفيس. زي اي بقى ممكن يطلع لك في الماوس الراوند الاينس الراوند الجينيتاليا اي حاجة. بيقول لك بقى بتيجي في البيشانت اللي احنا قولنا اللي هي ايه? هي اندوجينس يعني انت عندك باقي في البرموناري عندك في الانتسطينال عندك في اليورو جينيتال اي حاجة. دوت ايه? دوت اه انترنال اورجان في هتطلع عن طريق ايه? عن طريق الفتحات ياما تطلع في الجينيتاليا ياما تطلع في الانس ياما تطلع ايه? ياما تطلع في الماوس. بيقول لك آآ يعني آآ مش بتهيل لوحدها كده. ماشي يبقى احنا كده عرفنا ان هيا دي بتطلع على الفتحات او بتطلع عن طريق البق او الانس او الانس او واليوروجينتال. نخش بقى على اخر حاجة معنا وهي الهيماتوجنس اللي يبتتنيها عن طريق الدم. صورتين. وبساط جدا. اكيوت ميلاري تي بي والتي بي جامع. اول حاجة ده بيقولك ده فيتال ديزيز. فيتال ديزيز. بيجي في حاجتين. بيجي اما في اللي هم او عندهم او بيجي في الاشخاص الكبيرة اللي هم ايه الامين وصابريس ده ادرل اللي هم ايه منعتهم واحد. يما في صورتين. اما في الاطفال اللي هم او المال عندهم او اللي هما ايه او اللي هما الاشخاص اللي هما منعتهم مقاعة. دي بتبقى ايه? دي بتبقى بابيول اه او نيديول او دي ايه? جاية عن طريق طبعا الانترنال ماشي شكلة ايه? ثانية. عرفون يا شباب ده شكلة هي اهي بتبقى عبارة عن ايه? بتبقى عبارة عن بابيولز او نيديولز او اغسر. بتبقى شكلة ايه? لونها حمرة هي. حمرة قدامك ايه? وعبارة عن بابيول. دي نتيجة ايه? نتيجة لتيبي او موجودة في الانترنال ايه? في الانترنال اورجن. سواء بقى كانت في الانتستاين سواء كانت في البلموناري سواء كانت في اي حاجة. ماشيش ماشي. كده اخدنا اول صورة. في الهيماتوجنس اللي هي ايه? نخد تاني حاجة عندنا. وهي التيبي جامل. التيبي جامل دي بتيجي فين? بتيجي في الناس اللي هما منعتهم بتقل مع الوقت. يعني ايه منعتهم بتقل مع الوقت? يعني هما مسلا اشخاص بياخدوا دراج. فالدراج دوت لما وقفوه منعتهم بتبدأ تقل. الناس اللي منعتهم بتقل فوقات معينة. دي بتبقى عبارة عن ايه? او بتعملك او بتعملك او نديول بتعملك او دي نتيجة برضو عن ايه? نتيجة عن الهيماتوجنس. او الايه? او الانترنل اا بتاعها. اهي سورة اهي. دعنا نجيب سورتها. اهي. هي الصورة دي هي عامنا لك اه عامنا لك فيستيولة اهي. او هي قلنا بتطلع بالسر او فيستيولة. عامنا لك هنا هي فيستيولة اهي. فرقبة الشخص ده. تمام? تمام. كده احنا خلصنا والاندوجنس والهيماتوجنس. ماشي? ماشي. ماشي. نخش على ال ازاي بنتراس اول حاجة بنزبغها ونبص عليها تحت الميقروسكوب. عرفنا احنا كنا قيلين من اول الليبروسي ان الليبروسي والزيل ليتنين بيتسبغوا بايه? الاتنين بيتسبغوا بالزيل تاني بقى اول حاجة عندنا هنزبغها بالزيل دي اول صورة. تانية حاجة هتزرع هتزرع عليها على الحاجة اسمعه اللي هو ال اه ماشي ماشي يبقى اول حاجة بنزبوها بزل نلسنستين او بنزرعها على او درسة ايج ميديا. تالت حاجة اه بنعمل البصلهي يعني بنعمل لها واخر حاجة بناخد عينها ونبص عليها. نشوف نشوف البصلهي. يبقى اول حاجة بنزبوها بزل نلسنستين. تاني حاجة نعمل لها ونزراعها او درسة ايج ميديا. نعمل البصلهي دي ايه بواسطة نعمل له تاني حاجة نعمل البصلهي عن طريق ايه? عن طريق السكن بايوبسي. هناخد حاجة بعد كده اسمها ايه هو دوت عبارة عن بتعمل لحاجة اسمها ايه الحاجة اسمها البي بي دي. البيوروفايد بروتين بي بي دي. بتعمل له ايه? بتعمل له كده ماشي للبتاع دوت. فبتزيبه وبتزيبه من آآ يومين لتلات ايام. من تمانية وربعين لاتنين وسبعين ساعة. ازاي بقى بتعرف او ازاي تعرف ان بتاعه اكبر من عشرة ملي متر. او الانديوريشن بتاعه وظهر لك اكبر من عشرة ملي متر. يبقى الشخص دوت ايه? ماشي? ماشي. قطعا كده. يبقى عرفنا ايه هو بتحين اللي هو تحت الجلد وتستنى من يومين لتلات ايام لو ظهرت اا الانديوريشن اكتر من عشرة ملي متر اا هتبقى ايه? هتبقى الموضوع دوت ايه? وخلاص. نخش بعد كده على اول حاجة انت اول حاجة بتعالج التي بي ده لمدة ست شهور. بتعالجوا ايه? او المدة ست شهور. ممكن الانواع التانية تاخد اوقات تانية ما لنجدعها. ولكن اللي علينا دلوقتي بتعالجوا ايه? بتعالجوا لمدة ست شهور. اول حاجة بتدي له اربع ادوية. اول واحد اسمه وتاني واحد اسمه الاتنين دول بيتاخدوا لمدة ست شهور. اللي هو الاسو نزايد دوت والريفان بسين بيتاخدوا لمدة ست شهور. اسو نزايد دوت بيتاخد منه تلتمية ميلي جرام ديالي. والريفان بسين بيتاخد منه ستتمية ميلي جرام ديالي. الاتنين لمدة ست شهور. الاتنين لمدة ست شهور. عندنا بقى الاسمبيوتول والبيرازينامايد دوت. البيرازينامايد والاسمبيوتول دوت بيتاخدوا لمدة شهرين بس. يعني احنا بناخد الاربع ادوية مع بعض. ديالي. الاربع ادوية مع بعض. ديالي. والجرامات طبعا والدوزز المفروض نبقى عارفينها ناخدهم دالي مع بعض اول حاجة اول دوين دوت الوسين ديزول والريفن بيسين بيتاخدوا المدة ستة شهور انما الاسم بطول والتاني دوت بيتاخدوا اول شهرين بس ولازم كل الادوات دي تتخذ على معده فاضية تمام تمام ندخل على اخر سلايد معنا في المحاضرة دي يلا شفنا احنا اول حاجة العلاج بالدراج عادي خش تاني حاجة على السيرجري سيرجي دي بقى في الحالات بتاعت ايه في الحالات بتاعت اللوبس فالجارز او الورتي تيبي بتعمل على طول او بتعمل دي بيرد منت لسكروف لورو ديرما دي او بتعمل بلاستيك سيرجري او جراحة تجميلية او اللي هي الايه التشوهات اللي عندك بتبدأ تعملها ايه جراحة تجميلية واللوبس فالجارز قلنا بنعملها ايه بنعمل لها ايه وبنعمل ايه لله هو اللي هو اللي هو بيتاخد اصلا للاطفال اللي هما ايه اول ما يتوالدوا على طول اللي هو اللي كان بيتاخد ايه بيتاخد في الدرع من فوق دوات تاني حاجة او اخر حاجة نعمل ايه لكاتل عشان احنا عارفين اصلا ان الكاتل دي تعتبر مصدر رئيسي ان هي تنقل فانحنا نبدأ نعمل ايه? نبدأ نعمل لها يبقى كده عليكنا هو ونعمل للكاتل وبكده نكون خلصت بخطرة بتاعتنا يا شبابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.